على الهدر هسا المستشارين اللي قد ما عرف مئتين وثيون وثلاثين ممكن قلنا عددهم هاي بس اللي نعرفهم هاي هذولا كلهم رواتب ودرجات وظيفية ومحملين كاهل الدولة ما يحملوا من رواتب وامور وغيرها وكذا ومصاريخ تجي سنويا سبعة مليار وثمانمائة مليون دينار على المواقع السوشيال ميديا اكو موضوع محد انتبه له يمكن صار يومين لثلاثة قناة العربية الحدث عندها برنامج مخصص عن العراق خصصه برنامج اسمه وجه اللي وجه جابوا اعلامية طرغوها لهذا البرنامج اجت الى بغداد افترت بالمتنبي شربت عصير ما عرف وين واختتمت لقاءها بالسيد السوداني نعم وتمترت يعني تلميع انه بغداد ترى يعني انه نعرف بغداد ساعب 12 ما شاء الله اللي ذني يعني ما يخاف عن فاشنستات تارسات بغداد وصعدات جي كلاس وخرخشات ذهب ولي حتش فيها حشس سامع تنزل ضابط تنزل ترقع يكرم سامع بالشحاطة وتصعد بسيارتها وما حد يجي منها نعرف بغداد امينة من هذا الباب نعم وننقل صورة حلوة عن بغداد بس رحتوا للسدة رحتوا للمدينة بالاخير رحتوا للزحفرانية رحتوا لمدخل بغداد من الحسينية والراجدية رحتوا الاطراب بغداد من ناحية ابو غريب ما رحتوا على العموم لقلته هاي المتنبي وشوي الكرادة ولقاء مع رئيس الوزراء تعرف استاذ مكرم هذا البرنامج تم برعاية رئاسة الوزراء من احد المستشارين اللي والله العظيم قام يسوي له اعلانات بالبيجات اقسم بالله المستشار حسين علاوي حتى تفاجئني شنو مستشار رئيس الوزراء يسوي اعلان لبرومو قناة عربية على برنامج طلع من طين 10 مليون دولار للقناة هذا التر يعني حتى يسوون هذا البرو يعني ما عرف يسمون شوت بروباقاندا تلميع انه بغداد بغداد زيانا وده يشتغل رئيس الوزراء وايران ما مسيطرة علينا ولا يجب ان يغادرون وماكوا سلح من فلت والفصائل بتفاهموا يا رئيس الوزراء هذا كان فحوة كله 10 مليون دولار الرقم الوزراء